انطلقت تول قافلة إغاثة من فرع الوجه القبلية بجماعة الأزهر في محافظة أسيوت إلى قطع غزة بتوجيهات عاجلة من شيخ الأزهر الشريف الإمام الطيب الدكتور أحمد الطيب تضامنا مع الأشقاء في فلسطين وفي قطع غزة تضم القافلة تبرعات لأكثر من 26 كلية ومعهد على مستوى الوجه القبلي وحملت القافلة عشرات الأطنان من المواد الإغاثية والطبية والغذائية الضرورية إلى غزة الحقيقة مصر لها دور كبير جدا في الدفاع عن قضية فلسطين منذ سنة 48 إلى الآن نحن بالنسبة لنا فلسطين في قضية أمن قومي نرتبط بها ارتباطا وثيقا موقف مصر من غزة بل من فلسطين لا يخضع لأي مساومات ولا يخضع لأي مصالح لأنه نحن نرتبط بفلسطين ارتباط دم ارتباط دين ارتباط تاريخ هذه القافلة لم تبتعد عن منهج الإسلامي التكافل بين المسلمين جاءت رغبة وطمعا في سد احتياجات إخواننا الأشقاء في غزة ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يسبتهم اجتملت القافلة ولله الحمد على عدد كبير من البطاطين وعلى عدد كبير من الأثواب للكبار والصغار وعلى عدد كبير أيضا من الأغزية المتمثلة في الدقيق والأرز والسكر والعدس والبلح والحلويات إلى جانب أشياء أخرى رأينا من وجهة نظرنا أن إخواننا في فلسطين في أمس الحاجة إليها وأن هذا يعد بعض حقهم وأن الإخوة الزملاء دائما وأبدا مستعدون للوقوف بجانب إخوانهم ترجمة نانسي قنقر